السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علامات حب الله للعبد بداية أول أمر من الممكن أن تستدل إليه بهذا الأمر وهو الراحة النفسية والإطمئنان الداخلي فإذا كان يتوفر لك هذا الأمر فأنت تعيش كأنك تملك كنوز الدنيا بأكملها وثاني أمر هو إذ أن الله قد رزقك بأطفال أو رزقك بزوجة صالحة والأمور هذه فهذه تعتبر نعمة كبيرة جدا وأيضا من الممكن إذا كان والدك أو أمك وأباك هما على قيد الحياة فبالتالي ذلك نعمة كبيرة أيضا وأيضا هناك نعمة أخرى وهي إذ كان يتوفر طعامك في منزلك وأيضا يتوفر منزلا يأويك فهذه نعمة كبيرة على حب الله للعبد ومن الممكن والتي تعتبر أنا من رأيي الشخصي بأنها من أفضل العلامات والتي تكون هي بأنك ملتزم بالصلاة والقيام بها بأكمل وجه فبالتالي هذه تعتبر كنز أو استثمار للآخرة بشكل كبير جدا وأيضا هناك صفة أخرى والتي من الممكن أن تكون دالة بشكل كبير والتي كما نعلم بأن إذا أحب الله عبدا ابتلاه مثلا أن يكون لك مشكلة أو مصيبة ما بغض النظر عن الأمور الجيدة في حياتك ولكن إلا أن يكون هناك خلل بسيط في هذا الأمر وأيضا إذا أو من الممكن إذا جميع أعضاء جسمك أو المرض الابتعاد عن المرض أو عدم إصابتك بالمرض هذه نعمة وفضل كبير جدا إلا اللقاء